عدن قبلة العشاق ومأذنة المدائن وتاريخ يضج بالتنوع والفرادة هكذا كانت حتى أصبحت مهوى العابرين ومحطة أفئلتهم لكن العابرين الجدد أرادوا أن يجعلوا منها أرضا خصبة بالموت وطاردة للحياة منذ قوع هذه المدينة بأيدي ميليشي الحوثي رسمت ملامح الموت والرعب في الأحياء والشوارع وعلى وجوه الناس عدن التي رفضت الاستعمار قررت أن تقف في وجه الميليشية وترفض وجودها فخرج من أبنائها من يقول لا وحمل السلاح بروح المقاومة وخاض ملحمة التحرير خاضت عدن معركة السلاح وانتصرت لكنها للأسف لم تنتصر في معركة السلام وتركت نهبا للفوضى شرد العديد من رجال المقاومة وكان مكافأة صمودهم أمام جحافل ميليشي الحوثي ومنعهم من عدن ولسان حالهم يا ليت عدن مسير يوم ليس هذا فحسب بل إن عددا غير قليل من رجال المقاومة لوحقوا وقتلوا وبات الكثير منهم رهن الاختطاف في سجون سرية تركت عدن ساحة مفتوحة للعنف وتجول الموت في وضح النهار كان لهذه المدينة فرصة أن تحتل موقعها في صدارة المدن اليمنية كعاصمة سياسية لكنها خذلت من بعض أبنائها والقادمين الجدد دورة الإمارات كان لها دورها الفاعل والمؤثر فيما شهدته عدم في السنوات الأخيرة من عمليات الاغتيالات التي طالت الأئمة والنشطاء السياسيين وتغذية الانقسامات بين أبناء المحافظات الجنوبية مشروع بلغ السوء ساهم في تجزئة القضية الجنوبية وجرف الحياة السياسية وأفقد الشرعية قرارها الوطني يحارب اليمنيون على أكثر من جبهة فالمحافظات الشمالية تركت نهبا لميليشي الحوثي وفي المحافظات المحررة مارست تحالف المسيطر نفس تصرفات الحوثي أوغل الحلفاء في وصايتهم وأفقد اليمنين فرصة بناء نموذج جديد للدولة المنشودة وتركوا البلاد مناخا خصبا للفوضى والميليشيات